موسيقى 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 الليلة المنتخب يلاقي اوغندا وعينه على صدارة المجموعة موسيقى الجري هدفنا تحقيق العلامة الكاملة موسيقى بيسب لا نقش الجماهير المصرية المرعبة موسيقى موسيقى تمان تركز معي في الأخبار الجاية دي عشان هي أخبار مهمة جدا بتحديد احنا هنبتدي بأخبار النادي الأهلي واللي بستعد الفترة دي طبعا لموسم جديد وفترة تحضرية مهمة جدا بالنسبة للفريق قبل السفر ان شاء الله لأسبانيا فجر يوم الجمعة القادم لكن الأهم وأهم الأخبار النهاردة بالتحديد فيما يتعلق برمضان صبحي رمضان صبحي الفترة اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكم يوم الاتنين اللي فات ويوم الثلاث بالتحديد كان كلام كتير قوي على رمضان صبحي وإن خلاص النادي الأهلي فشل في انضمام رمضان صبحي الكلام ده كان إمتى؟ كان الأسبوع اللي فات وتلعنا وأكدنا لحضراتكم ان المفاوضات لسه سارية بين إدارتي النادي الأهلي ونادي هادرسفيلد الإنجليزي فبالتالي زي ما أكدنا على حضراتكم وقلنا أن المفاوضات لسه موجودة ولسه في كلام ولسه في تفاوض كبير جدا ما بين الأهلي وهادرسفيلد الجديد إيه؟ الجديد أن الكابت المحمود الخطيب المشرف على الكرة مسؤول عن كرة بين النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي طبعا كلف المهندس خالد مرتاجي عضو مجلس إدارة النادي ووزير خارجية النادي الأهلي بالسفر لإنجلترا فاتت كان المرسلات والخطابات كتيرة جدا ما بين الأهلي وهادرسفيلد وكانت بتاخد وقت كبير جدا فبالتالي الموضوع تأخر قوي وكمان في رغبة كبيرة قوي قوي عند النادي الأهلي لحسب صفقة رمضان صبحي يعني النادي الأهلي متمسك جدا باستكمال رمضان صبحي مشواره مع النادي الأهلي فبالتالي عشان تحسم الجزئية دي لا صفر حد من عندك يخلص الموضوع إن شاء الله بإذن الله على خير ويستكمل رمضان صبحي مشواره بإذن الله مع النادي الأهلي لكن فيه تمسك كبير جدا من النادي الأهلي باللاعب وده اللي أدى لإيه؟ أدى لمطالب مادية مبالغة جدا جدا من إدارة هادرسفيلد الإنجليزي وده اللي شايفه النادي الأهلي مش منطقي والنادي الأهلي عايز ياخد اللاعب طبعا وعايز يضم رمضان صبحي بس عايز الأمور تبقى منطقية شوي الأمور المادية بالتحديد تبقى منطقية بشكل طبيعي يعني يعني ما تطلبش مبالغ كبيرة قوي قوي مش طبيعية بالنسبة لإنضمام اللاعب يعني مبالغ كتير وهو هادرسفيلد طلبوا مبالغ دي ليه؟ عشان عارفين قوي أن النادي الأهلي متمسك برمضان صبحي لكن في نفس الوقت هي كلها أمور تفاوضية والنادي الأهلي عايز يخلص الصفقة بمقابل مادي منطقي يدفع فلوس منطقية يعني حاجة تكون معقولة آه لعيد كبير جدا والأهلي حيقدروا مادين جدا جدا في الفلوس اللي حيتفعها لهادرسفيلد بس يكون تقدير منطقي وطبيعي لكن مش أمور مبالغ فيها من كبل الهادرسفيلد عشان كده خلاص تكرر بشكل إنهائي صفر مهندس كالب مرتجي وكيل اللاعب نادر شوقي لإنجلترا خلال ساعات إن شاء الله عشان يحاولوا بإذن الله بإذن الله يحسنوا هذا الملف وإن شاء الله رمضان صبحي يستكمل مشواره مع النادي الأهلي رمضان صبحي عقده بينتهي النهاردة عقد الأعارة بينتهي النهاردة مع النادي الأهلي كنا جايبينه أعارة ستة شهور من هندرسفيلد الستة شهور خلاص خلصوا النهاردة بالتحديد تخلص ثلاثين ستة تخلص أعارة رمضان صبحي بالتالي إن شاء الله خلال أيام تكون الأمور ماشية بشكل جيد وإن شاء الله بإذن الله نشوف جديد بالنسبة لرمضان صبحي وبإذن الله يستكمل مشواره مع النادي الأهلي في ظل التمسك الكامل أو من الجهاز الفني من إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع اللعب وخصوص أننا كلنا عارفين طبعا إمكانيات رمضان صبحي ومدى إفاته الكبيرة بالنسبة لنادي الأهلي سواء الست الشرور اللي فاته أو قبل كمان ما يحترف في إنجلترا وبتحديد قبل ما يروح ستوك سيتي فبالتالي انتجاه كبير وجدية كبيرة جدا جدا عند النادي الأهلي وبنأكد لحضراتكم النادي الأهلي ماشي في هذا الملف بشكل كبير وبإذن الله بإذن الله يكون موفق في التعاقد مع رمضان صبحي عشان يكون إضافة لكل زملاء والموجودين في النادي الأهلي خلال الفترة الحالية التنصيق ماشي بشكل جيد جدا ركز على النقطة دي التنصيق ماشي بشكل جيد جدا ما بين الجهاز الفني وما بين لجنة التخطيب بالنادي الأهلي التنصيق كمان مع الكابتن محمود الخطيب المشر في العام على الكرة فيما يتعلق بالصفقات وفيما يتعلق بالإعراض والاستغناءات وكل الكلام التنصيق ماشي بشكل كويس جدا جدا وفيه تفاهم واضح واضح ما بين الجهاز الفني بكهودة مستر لسارتي لابنة التخطيط برئاسة الدكتور طه اسماعيل ورئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب والتفاهم ده بإذن الله حيأتي بثماره بشكل إيجابي جدا جدا على طريق الكرة بالنادي الأهلي خلال المسم الجديد وده اللي احنا بنأكده على حضراتكم من خلال الكلام ده يبقى كده قصة رمضان صبحي إن شاء الله حيكون فيها جديد خلال أيام إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ينجح المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي واللي أكيد عنده فبرات كبيرة جدا جدا وعنده كمان علاقات مميزة جدا جدا هناك في إنجلترا أو في أربا بشكل عام فبإذن الله بحنكته حيقدر يحسم هذه الصفقة بعد تكليف من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إن شاء الله أتمنى المهندس خالد مرتجي كل توفيق في إنهاء هذا الملف ده بخصوص رمضان صبحي تمام لكن في جزئية أخرى مهمة جدا في النادي الأهلي وبتحديد فيما يتعلق بفريق القرة الأول بالنادي الأهلي وهو يتعلق بشباب النادي الأهلي عندنا بعض اللاعبين الشباب من قطاع الناشئين بيتمرنوا مع الفريق الأول لقرة القدم خلال الفترة الحالية وخلال التحضيرات الحالية لمسلم الجديد ولعبين مميزين قوي وميستر لسارتي معجب ببعضهم بشكل كبير جدا 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 وشاف أن هما هيكونوا إضافة للفريق الأول فبالتالي تكرر صفارهم مع الفريق إن شاء الله الأسبانيا عشان ميستر لسارتي يتفرج عليهم بوقت أكبر مساحة أكبر بتركيز أكتر يشوف كدراتهم إيه إمكانياتهم إيه إمكانياتهم كمان التكتيكية والخططية ذهنيا عاملين إيه كل الأمور دي حتبان بشكل أكبر في المعسكر إن شاء الله في أسبانيا عشان كده فيه عدد من الشباب المميزين جدا اللي حيكونوا متؤكدين مع النادي الأهلي خلال الفترة الجاية في معسكر أسبانيا وده بالتحديد برضو بالتنصيق ما بين الجهاز الفني لجنة التخطيط الكابت المحمود الخطيب وخصوصاً لمسر لسارتي شايف إن فيه بعض اللاعبين اللي يستحقوا إن هم يكونوا متؤكدين مع النادي الأهلي خلال الموسم الجديد البعض ممكن يكون مركز بشكل كبير وكلنا في الحقيقة يعني مركز بشكل كبير في موضوع الصفقات واللعبين اللي حيجوا وكلام من ده لكن النادي الأهلي ماشي في اتجاهين اتجاه بتدعيم الفريق ببعض الصفقات اللي محتاجها النادي الأهلي اللي محتاجها النادي الأهلي الأهلي مش بتعايد مع صفقات وخلاص ومش بيجيب كم هاقل من الصفقات عشان يبقى اسمي أنا ايه جبت لعبة كتير قوي وعملت اللي علي نادي الأهلي مش انتقر extraordinary خلاص مش ده society بتاع النادي الأهلي النادي الأهلي بيشوف النواقس اللي عنده ايه وبيدعمها فده الاتجاه الأولاني والنادي الأهلي ماشي فيه بشكل مميز جدا تمام؟ الاتجاه التاني وهو خاص بقطع الناشئين في النادي الأهلي واللعبين اللي يستحقوا أن هم يكونوا متواجدين في الفريق الأول واللي ممكن يدعموا الفريق في الموسم الجديد فنيا بشكل مميز ده الاتجاه التاني فبالتالي النادي الأهلي ماشي في الاتجاهين دول بشكل مميز جدا وإن شاء الله بإذن الله حلق قوام متكامل كامل متكامل للنادي الأهلي في الموسم الجديد من حيث اللاعبين وكمان من الجانب الإدارة الفنية اللي فيه سوكة كبيرة جدا بمستر مارتين لسارتي اللي جيه في ظروف صعبة قوي في الموسم اللي فات جيه في نص الموسم ومبارات كلها وراء بعض صعبة جدا فبالتالي إن شاء الله عنده فرصة مهيئة وكلام بنعيده ومنأكده على حضراتكم بإذن الله هيكون عنده فرصة مهيئة جدا جدا لإيصال الفكر الفني بمستر لسارتي لللاعبين ده بإذن الله هيحصل من خلال المحاضرات الكتيرة ومن خلال معسكر إسبانيا إن شاء الله الفريق حيسافر يوم الجمعة اللي جاية فجر الجمعة بالتحديد إن شاء الله لإسبانيا عشان يقعد حوالي 11-12 يوم هناك يرجع منتصف الشهر اللي هتدي بكرة إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله يكون مرحلة فيها كم كبير جدا من التوفيق يحالف النادي الأهلي في التحضيرات الهمة جدا للموسم الجديد المليء والمليء بالكثير من التحديات فتطمنوا إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي ماشي بشكل جيد جدا وتركيز كبير جدا لأنه عند المسؤولين في النادي الأهلي بحسم كل الأمور اللي بتتعلق بالفريق الأول لكرة القدم عشان إن شاء الله بإذن الله نشوف أداء جيد نتائج جيدة بطولات بإذن الله زمن حضراتكم متعودين دايما للنادي الأهلي ده فيما يتعلق برمضان وفيما يتعلق بشباب النادي الأهلي طيب برنامج الفريق الفترة الجاية حيكون ماشي إزاي؟ النهاردة الفريق تمرن الصبح وهيتمرن بعد الظهر بالمناسبة يعني الفريق بيخلص تدريب التدريب بيبقى الساعة 9 بيخلص تدريب الساعة 10-10 ونص اللعيبة كلهم بيروح على إيه؟ أوجاز فني وكل الفريق يعني بيروح على أوتيل قريب جدا جدا من النادي الأهلي تجنبا للجهاد يعني ممكن اللعيب يخلص تمرين بدل ما يروح البيت ويرجع ويبقى فيه جهاد بالنسبة للعب ليه لأنه عنده ماران بالليل الساعة 5 أو 6 فالنادي الأهلي نخلي اللعبته موجودين فيه فندق قريب جدا من أستاذ مختار التيتشن قريب من مقار النادي الأهلي بالجزيرة عشان يرجعوا إن شاء الله للتدريبات في تمام الساعة السادسة مساء ده البرنامج ده حيستمر لحد إمتى؟ حيستمر روح النهاردة بكرة بعده يعني حد 2-3 ويوم الأربع فيه مباراة ودية لسه ما تحددش من طرفها هتكون مباراة أيضا مهمة وابداية للمباراة الودية بالنسبة لنادي الأهلي خلال الفترة الجاية مباراة هنا في القاهرة وثلاث مباراة بإذن الله بإذن الله في أسبانيا يستعد من إهلالهم النادي الأهلي تكتكيا وفنين وخططيا بشكل كبير قوي هتكون مباراة كلها تدريجية بداية هتكون مباراة ده يوم الأربع إن شاء الله مباراة هتكون مهمة وبعدها تروح تلعب المباراة الأخرى في أسبانيا ده بالنسبة لبرنامج النادي الأهلي يوم الأربع تاني يوم حيبقى الخميس أجازة بالنسبة للفريق إن شاء الله اللاعبين كلهم يروح على المطار فجر يوم مجدومة عشان يتيروا إن شاء الله بإذن الله لأسبانيا ويفتدوا مع أسكرهم المغلق المميز جدا بإذن الله وليكون لإضافة قوية جدا في مسيرة النادي الأهلي المسلم الجديد ده فيما يتعلق بأخبار النادي الأهلي عايز أروح لتصريح لكابتن طارق سليمان واللي تطرق كابتن طارق سليمان طبعا مدرب حراس مربع النادي الأهلي واللي تطرق لمحمد الشناوي نجم النادي الأهلي ونجم منتخبنا الوطني المصري وحارس منتخب مصر واللي قال إن محمد الشناوي ماشي بشكل كويس قوي وقال إنه مركز بشكل كبير أو ممكن يكون في بعض الأمور الصغيرة قوي اللي مش مؤثرة بشكل كبير على المنتخب لكن واضح إنه هو في حالة تركيز كبيرة جدا جدا ده فيما يتعلق بمحمد الشناوي وقال إنه هو بإذن الله حيكون أحد العناصر الأساسية في فوز المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية كمان تطرق الكابتن طارق سليمان لمشوار مصر في البطولة واللي مباراة أوغندا بتحديد النهاردة وقال إن ضروري جدا إن شاء الله إن إحنا نفوز أو نتعادل في الموارات النهاردة عشان المنتخب يحافظ على المركز الأول وبالتالي يتجنب الصدام مع منتخبات كبيرة مبكرة وده اللي إحنا بصراحة نتمنى مش عايزين الأمور تبقى صعبة شوية يعني بدري بدري كده لا ممكن الصعب ييجي آه بس بعد كده مش دلوقتي ده فيما يتعلق بمحمد الشناوي النهاردة كمان كان فيه محاضرة فنية ونظرية من مصر لسارتي للعابين قبل التدريب وتكلم فيها عن جوانب كتير جدا فططية وزي ما قلتها لحضراتكم الفترة دي مهمة قوي بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة للعابين طب عشان نعرف كواليس أكتر خلا نروح لزميلنا العديد فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي يا فاروق مساء الخير عليك مساء نروح عليك زميلي أمير وتحية ليك والكل مشاهدي ومتابعي شاشة في خناة المياج الأهلي وخلينا أشيده دايما بتعلقك على قناة المدينة حبيبي يا فاروق ربنا يا كريم أكرب كواليس الفريق النهاردة التدريبات على أخبارها ايه تدريب صباحي وفيه كمان تدريب مسائي الأمور ماشية ازاي فاروق طمنا خلينا نوضح لأول عمير أن الفترة الحالية والفترة القادمة طبعا بتبقى فترة الإعداد المسلم الجديد فهت تركيز طبعا على النواحي البدنية النواحي الكتابية فبالتالي الجهاز الفني للفريق الأول للنزل أهلي قرر إقامة المران على فترتين فترة صباحية ثالث هتبقى النهاردة إن شاء الله وأيضا ستبريم غدا هيبقى على فترتين فترة صباحية فترة صباحية فترة صباحية ثالث الساعة التسعب ومحاضرة ثانية من ميستر مارتن ملوثارتي كما عبد العدين على شد يوضح سيناريو الفترة القادمة وشكل التدريب وشكل الأمور اللي هيسير على التدريب الآن في الفترة القادمة بدأ المران وهي جزء من المران قادوا ميستر أليخاندرو المحفص الأحمال طبعا محافظة برنامج علشان اللعبة هتمش عليه خلال فترة القادمة وكان هناك جانب خططي لمجموعة قادها ميستر حفظي المدرب المساعد بتجسيز على النهب من نمسة واحدة وبعض الأمور الفنية والخططية فعملت فيها بشدة يعني لعبي النادي الأهلي ومجموعة منضمة أمير من فريق الشباب في النادي الأهلي قل لي بقى ساميهم أنت أكيد ملم بيهم يا فاروق بشكل كبير قل لنا أبرز اللاعبين المتواجدين مع الفريق من الشباب بالتحديد مين موجود معلم بفريق الشباب يوسف علاء وانا يعني أخلي نوضح لك اللاعب بمركزه برضا مهم ومهم طبعا تفضل مهم جدا نعم يوسف علاء ده كابتن فريق الشباب النادي الأهلي وبيلعب في الجناح الهجومي الأيمن والجناح الهجومي الأيطر تمام موجود هشام شعتان هشام بيجيز لعب في مركز رات الحاربة وأيضا من اللاجهات مميز هشام بصراحة جناح الهجومي الأيطر موجود فادي فريد وفادي فريد ده مهاجم طريح فادي موجود عرب مدر وعرب لعب أوليد 2001 وبيلعب في مركز قلب الدفاع وبيلعب أيضا في مركز دفندر في خط الوسط موجود محمد عبد المنعم ومحمد عبد المنعم ده قلب الساعة فريق 99 موجود مصطفى عزة مصطفى عزة العيد جوكر بيلعب في جميع مراكز خط الوسط بيلعب دفندر بيلعب على الجناحين بيلعب تحت الفراودة هذا لعب أيضا من العيبة المميزة في مصطفى عزة موجود صلاح أوتاكا وصلاح أوتاكا لعب خط وسط مدافع موجود الحارس في 99 رمضان أبو حاطب موجود معهم بالفريق موجود ميش عمارة ميش عمارة قلب تفع فريق دعائب مميز برضو ميش عمارة ميش واحد من العيبة واحد من العيبة اللي بيتكلم معها مستر مارت اللي صارت المجموعة تركيز عليها خلال فترة القادمة بعض النصائح بيكتوها أيضا من اللعيبة من الموجودة معهم في المران في تركيز على مجموعة فريق الشباب المدى الأهلي إن شاء الله ما ستكون هي حير إمداد للفريق خلال فترة القادمة طبعا المرحلة المستقبلية بالنسبة للنادي يعني ده شيء مهم جدا جدا كلهم سافرين مع الفريق المعسكر يا فاروق بالضبط آه كلهم يا أمير خلين أقول لك إنهم كلهم متفقين إن شاء الله مع الفريق إحنا حاليا نكتدى المرام المرام المسائي بدأ عن ثلاث ساعة فترة كان المستر مارت اللي صارت يجتمع برضو مع اللعجين لمدة عشرة داعية يجتمع معه بعض اللعجين في مفرس تصف الملعب بعض الأمور وجهة خليني برضو أقول لك إنه ثم أجبا كان فيه يعني كان هناك اجتماع بصيح مصغر كده نزيان من المستر مارت إن اللي صارت وصلاح مرسن يجلوا بعض التعليمات ويجتمع صلاح على الفترة القادمة وإنه هو واحد من العيدة اللي يعتمد عليها وإنه هو يعتمد عليها خلال الفترة القادمة أجني استجزيزنا في صلاح مرسن ليعود من جديد لخص هجوم الناد الأهلي أمر الثاني يا أمير خلينا أقول لك إن زي ما أقولت لحضرتك إن المرام هيبقى النهاردة وغدا إن شاء الله على فترتين هيبقى في لقاء وجه للفريق إن شاء الله يوم الأربعة إن شاء الله الأربعة القادمة هيثن تحديد طرف اللقاء هيكون هناك راحة يوم الخميس والصفر إن شاء الله يتفجر يوم الجمعة القادمة للمعصر الأوروبي وتم التحديد أو التنسيق لثلاث لقاءات ودية هتقام خلال المعصر طيب فاروق عايز أسألك على مصطفى شوبير لأن عندي خبر إنه ما شاركش في التدريبات الجامعية بشكل طبيعي واكتفى بالتدريبات في الجيم هل عنده إصابة ما مثلاً أو بيرايح أو الأمور بالنسبة له مشيزاي؟ لا هو حتى التمرين المسائي مصطفى شوبير مشاركش فيه واكتفى طباحاً دي أداء بعض التمرين في الجيم كان حسب تجهاد وفضل الكابتل من طارق سليمان إنه هو يديره فترة راحة فمصطفى النهاردة واخد راحة من التمرين لكن إن شاء الله هيتم موجود من يغد إن شاء الله في المران الطباحي والمران المسائي وبالتالي لرمضان أبو حطب الحارف فريش شباب 99 أيضاً موجود وفي أحمد طارق سليمان أعتقد برضو وأحمد وأحمد طارق سليمان موجود أيضاً لكن اكتفى المصطفى بأداء المران بعد التمرين في الجيم في المران الطباحي وأيضاً المران المسائي أنا بشكرك يا فاروق شكراً جزيلاً زميلنا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي واللي قال لنا كل الأخبار والكواليس الخاصة بالفريق على مدار اليوم النهاردة وزي ما حاركوا عارفين مران صباح ومران مسائي والنادي الأهلي حيستمر المرحلة اللي جاية كلها بالطريقة دي لحد يوم الأربع إن شاء الله حيكون مباراود دي الفريق أول مباراود دي في فترة الإعداد بعد كي يوم الخميس راحة يوم الجمعة إن شاء الله يروحوا فجر الجمعة بتحديد يروحوا المطار عشان بإذن الله يسافروا لأسبانيا كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله مرحلة غاية في الأهمية ده فيما يتعلق بالنادي الأهلي فيما يتعلق بمنتخب مصر شغلنا الشاغل طبعاً خلال الفترة الحالية وأكيد كلنا بنساني دي المنتخب وكلنا بنشاجع المنتخب وعندنا مباراة قوية قوي قوي النهاردة أقوى فريق معنا في المجموعة هو أوغندا دي حقيقة فريقة أو منتخب عامل نتاج جيدة جداً كسب أول مباراة كونغو 2-0 اتعادل مباراة تانية مع زنبابوي 1-1 أو أه أعتقد 1-1 فبالتالي فريق قوي فريق محترم مكون نفسه بقاله فترة كبيرة بشكل جيد بقالهم سنين بيكونوا في هذا الفريق وبيضم مع ناصر مميزة جداً جداً حسن واسو وفاروق مية طبعاً أهم لعب عندهم هو حارس المرمى دينيس أونيانجو فبالتالي منتخب قوي هنشوف مباراة قوية جداً أهداف مصر هي أهداف أغندا لكن الأفضل هي شوية المصر إيه هي أنك ممكن يا إما تتعادل إما تكسب عشان تحتل وتخلص المرحلة دي وإنت أول مجموعة عشان تتجنب مواجهة جزائر أو سنغال السنغال هي العقرب يعني ونفس الهدف بالنسبة لأغندا بس هدفهم أصعب شوية أنهما لازم يكسبوا لقدر الله لقدر الله منتخب مصر النهاردة عشان تأهله أول مجموعة ويتجنبوا أيضا مواجهة السنغال الكل عايز يتجنب مواجهة السنغال رغم أن أي منتخب عايز يأخذ بطولة لازم ما يفكرش يقابل مين أو يتجنب مين أو كلام من ده لا خالص يعني لكن أهم حاجة أن أنت ما تقابلش منتخبات قواية في مرحلة بدري عشان الأمور ما تتصعبش عليك بشكل كبير فبالتالي إن شاء الله نتمنى أن المنتخب النهاردة يخرج من المباراة بنتيجة إجابية تؤهله كأول مجموعة لدور الستاشر وتبتدي بقى المباراة الجد والصعوبة شوية تبتدي والهزار مش هيبقى موجود لازم يكون فيه تركيز كبير جدا منتخب مصر خلال المرحلة الجاية بإذن الله إن شاء الله يكونوا موافقين في الوصول لنهائي هذه البطولة ومن ثم تحقيق هذا اللقب الغالي جدا النهاردة بالمناسبة فيه مباريات كتير فيه أربع مباريات أول مباراة أو أول مباراة أو أول مباراة في نفس التوقيت الساعة 6 غينيا وبروندي ومدغشكر ونجريا النتائج كام يا جماعة ابتدوا الساعة 6 مدغشكر متقدمة على ناجرية واحد سفر دي مفاجأة كبيرة أول 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 بطولة تشارك فيها مدغشكر في التاريخ فازوا المباراة اللي فاتت والمباراة دي كمان واضح أنهموا منتخب قوي على الفكرة منتخب عنده أداء مميز جدا واللعابين مميزين كسبانين ناجرية حتى الآن في الديئة تقريبا 22 واحد سفر غينيا وبروندي لسه سفر سفر النهاردة بالليل إن شاء الله مباراة مصر وغندا ساعة 9 والكونغو وزنبابوي الساعة 9 في نفس التوقيت مباراة كانت فيه مباراة سلبية جدا كل مباراة خلصة سفر سفر مورتانيا أنجولا سفر سفر كدر بعض نص كاميرون وغنكت مباراة قوية لكن من غير أهداف كانت الساعة 7 خلصة سفر سفر غينيا بيساوى بينين أيضا كانت الساعة 10 خلصة سفر سفر بكرة فيه مباراة أيضا مهمة قوي في المجموعة دي ومجموعة C في المجموعة دي حيكون ناميبيا وسحل العاج الساعة 6 المغرب وجنوب أفريقيا الساعة 6 وكمان حيكون فيه في المجموعة C كينيا والسنغال الساعة 9 وتنزانيا والجزائر الساعة 9 دي كل المباراة الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله وكل التوفيق لكل المنتخبات لكن الأهم التوفيق يكون أكتر بإذن الله لمنتخب الوطني المصري أهم أخبار اللي كان في الصحف إيه؟ خلينا نروح نشوف يلا بينا الأهرام الليلة المنتخب الوطني يصطدم بالرافعات في ختام الدور الأول صدرت المجموعة والعلامة الكاملة هدف الفراعنة رغم الحلم الأغاندي الجمهورية في ليلة الزكرة السادسة لثورة 30 يونيوم منتخبنا أين وعلى القمة أمام أغندا الأخبار الليلة تثبيت الأقدام وحص الختام المنتخب في اختبار أغندي صعب على الصدارة الجيري يناور وديسابر يبحث عن العبورة الآمن من استياد الرعب اليوم السابع المنتخب في مهمة إسقاط أو ناش أغندا الجيري يطالب اللاعبين بفوز كبير من أجل جنش ويرفض المجازفة خوفا من مفاجآت المنافس وديسابر هدف الفوز وإعتلاق المجموعة المساة نقطة الفراعنة من أغندا تضمن الصدارة الفوز أو التعادل يسهل مهمتنا في الدور الثاني الشروق المنتخب في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام أغندا الفراعنة يبحثون عن الفوز أو التعادل الابتعاد على السنغال في دور 2016 الأخبار المسائي الصدارة المنتخب يواجه أغندا وعينه على كمة المجموعة المصر اليوم قوة الفراعنة تهدد طموح أغندا في صراع أبناء النيل الجمهورية أجري سألعب بالقوة الضاربة لتأهل بالعلامة الكاملة دي صبر لا نخشى جماهير مصر المرعبة في الأخبار شعار الفراعنة الجديد مرر لتريزيجيه ووسع لفلاحه ماشي يعني بصراحة تريزيجيه في علم بيتقالك في هذه البطولة ويعني أحد العناصر المهمة جدا وفي الحقيقة ماشي بصولة دي بس على مدار السنوات السابقة مع منتخب مصر تريزيجيه طبعا من أبرز العناصر لأهالية منتخب مصر كالم 2018 بجانب محمد صلاح كل اللعب لمنتخب طبعا لكن فيه دايما عناصر بتبقى مؤثرة جدا وهي اللي بترجح الكفة منهم تريزيجيه تريزيجيه نتمنى له كل التوفيق برفكة صلاح وغزو ملائهم إن شاء الله في تحقيق المطلوب نتدي بالأهرام وبتقول إن الليلة المنتخب الوطني عنده مباراة قوية جدا مع الرفعات الأغندي في مباراة غاية في الأهمية في ختام الدور الأول ومهم جدا لمنتخب مصري إن شاء الله إن هو يتعادل أو يكسب هذه المباراة طبعا نحن نفسينا منتخب يكسب مش عايزينه يتعادل يعني كل الأحوال يعني نحن بنقول الفرص بي تبقى ماشية زي فمهم إن المنتخب كمان يكسب ويقنع النهاردة الشعب المصري بالأداء بالروح ده مهمة قوي 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 طبعا المصريين اللي فاتوا زنبابوي وكونغو كان الأداء سايق قوي آه نتيجة حققت ما أخدتش ولا هدف في شباكك أوكي ما استقبلتش ولا هدف يعني لكن في نفس الوقت الأداء كان سايق جدا 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 بعض الفترات الأولية لا أول اللي ممكن تحس بخطورة المنتخب وهي الفترات الأولية دي بالمناسبة اللي جدنا فيها الأهداف يعني ودي ميزة مش عايبة على فكرة لكن في نفس الوقت الأميز إن يبقى أداءك مكنع لكل المنافسين دينا تفرجنا على السنغان وشفنا الجزائر وتمتعنا بالمغرب نفسنا نتمتع كمان بمنتخب مصر لأنه بصراحة يستحق يستحق الجمهور المصري بالتحديد إنه يفرح بمنتخبه النتائج أهم النتائج طبعا أهم لكن في نفس الوقت الأداء بيطمن والجمهور المصري عايز يطمن فدي جزئية مهمة إن شاء الله من خلال مباراة النهاردة نشوف أداء أفضل المباراة الأولى أمام زنبابوي كان الأداء سيء قوي المباراة الثانية كان فيه شوية كويس يعني بسيط قوي نتمنى إن شاء الله مباراة النهاردة يبقى فيه تصاعد أكتر في الأداء عشان بإذن الله يعني نفرح بالمنتخب كده ونتمنى نسبيا رغم القايمة وكلام من ده برضو مش وقته لكن عايزين نتمنى وعايزين نحقق البطولة وعايزين الشعب المصري بإذن الله يفرح بهذا اللقب بالتالي مباراة أغندا النهاردة مهمة قوي إن أنت تخلص المرحلة دي كأول مجموعة والدور ده كأول مجموعة عشان إن شاء الله ستريح شوية فيه المباراة اللي جاية في دور 16 متبقاش مباراة قوية جدا 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 أمام منتخب زي سنغال بقوته هبقى موضوع صعب فإن شاء الله كل تفقيق لمنتخب مصر نروح للأخبار بتقولي الأخبار بتقولي النهاردة تثبيت الأقدام وحسن الختام ده مهمة قوي بالنسبة للمنتخب المنتخب في اختبار أغندي صعب على صدارة فعلا فعلا أغندا منتخب صعب من أحد المفاجآت اللي في البطولة هو المنتخب الأغندي خصوصا إن احنا مكناش متوقعين هو حيكون بالقوة دي هو منتخب مش جبار يعني بس منتخب أيضا قوي منتخب جيد منتخب الأغندي فبالتالي بيتطرقوا كمان أن مستر أجيلي ممكن يناور بالتشكيل شوية ويلقعب ناس ويرايح ناس وأتمنى أن يكون ده في أضيق الحدود يعني عشان لقدر الله لقدر الله ما يتعرضش الأخصارة ممكن تأثر على مسيرتك في البطولة بشكل كامل وبيتطرقوا كمان ليدي صبر ولي بيبحث عن العبور من أستاذ الرعب وطبعا أستاذ الكهرة أستاذ مرعب وأستاذ قوي في ذل كمان الحجد الجماهيري الكبير مش حجد يعني طبيعي كل الجماهير بتروح تساند منتخبنا الوطني فبالتالي هنلاقي عدد كبير جدا من جماهير متواجد في هزي المباراة وفي كل مباراة المنتخب فبالتالي ده أيضا بنسبالهم شيء مرعب وأي حد بيعف أستاذ الكهرة ومن زمان بنقول الكلام ده زي ما حالكوا عارفين بيبقى الموضوع صعب على أي منافس صعب جدا كده عايزين نستغل العنصر ده بشكل قوي وعايزين نستغل كمان الأرضية الملعب الجيدة وإننا نعمل على ملعبنا وسط جمهورنا يعني ده شيء مهم أول إننا نستغله وإنفوز إن شاء الله بإذن الله على أغندا النهاردة اليوم السابع أيضا متتطرق لهذه المباراة بتقول أو بتتكلم عن مدى أهميتها وإن المنتخب فيه مهمة إسقاط أو ناش أغندا جير يطالب اللعبين بفوز كبير من أجل جنش طبعا هعرفين إن جنش تصاب بوطر أكيلس أو المبرح في المران المسائي فبالتالي خلاص هيجيبه نتمنى له ألف سلامة ويعود سريعا إن شاء الله للملعب وبيرفض المجذفة خوفا من المفاجآت بتاعة أغندا ومهمة أول أن أنت ما تجذفش في المباراة دي لأن أهدافك أنت عارفها وحافظها كويس جدا فبالتالي المجذفة ممكن تخصرك جاذف بس في حدود مش إحنا اللي هنقول يعني للجهاز الفني منتخب جاذف فني قوي وعندهم خبرات كبيرة يعني ناس فنين عالين قوي لكن هم أكيد مدركين مدى أهمية الحذر في المجذفة عشان نشوف بإذن الله المنتخب في دوري 16 كأول مجموعة عشان زي ما حالكم عارفين نقابل فريق يكون سهل شوية أعتقد حيكون جنوب أفريقيا هم الأقرب أن نقابلهم إن شاء الله لو كسلنا مباراة النهاردة وتعادلنا وبرضو جنوب أفريقيا منتخب مش سهل يعني هو أهو مستوى في البطولة مش قوي لكن المنتخب عنده تاريخ في أفريقيا فالمباراة أيضا هتبقى صعبة في الحقيقة يعني كل المباراة في طولة الأمم أفريقيا أكيد هتبقى صعبة اللي عايز يكسب أو اللي عايز ياخد اللقب لازم يكسب أي مباراة فخلاص يعني احنا المهم إن انت تكسب النهارة اكسب عشان المعنويات بتاعتك كمان تبقى مرتفعة بشكل كبير وعشان ما يبقاش فيه هزة في المنتخب قبل الأدوار الحاسمة المقبلة اللي هتبتدي بدور 16 إن شاء الله المثل بتقول النقطة للفرعنة من أغندا تضمن قل صدارة وإن الفوز أو تعادل يسهل مهمتنا في الدور الثاني وده احنا اتكلمنا فيه وإن شاء الله يكون المنتخب موفق بشكل كبير جدا أنا عايز أروح للأخبار المسائي واللي بيقول إيه؟ أخبار المسائي بيقول بالبنط العريض قل صدارة وحطين صورة حلوة في صراحة الصورة دي بالمناسبة يعني صورة كل المنتخب بتصور مع جنش يعني بيأزروا معنويا ونفسيا بعد الإصابة الكبيرة اللي لحقت به وكمان بيقول إن المنتخب يواجه أغندا وعينه على قمة المدموعة مهمة قوي طبعا حتة الصدارة إن شاء الله بإذن الله تكون مهمة بالنسبة لمنتخب مصر الجمهورية والتصرحات الأجيري وأعتقد التصرحات دي كانت تنبرح في المؤتمر الصحفي وقال إيه؟ قالنا هلعب بالقوة الضربة لتأهل بالعلامة الكاملة لكن أحي بقول لكم إن سيكون فيه تغيير أو اتنين في تشكيل الفرعنة النهاردة عن المباريتين الأولى فبالتالي كمان ديسبر قال إن إحنا مش بنخشى جماهير مصر الملعبة وبيقول كمان ديسبر إن التأكيد على المستوى المميز ده هدف بالنسبة لنا هو بيقول إن إحنا عادتين زهرنا بشكل مميز في المباراة الأولى أمام الكونغو المباراة تانية أمام زنباوي عايزين نأكد على ده إن إحنا منتخب قوي ومميز ودي صبر في الحياة مضرير فاني مميز جداً جداً هو الآخر يعني فإن شاء الله أتمنى التوفيق يكون حليف مصر مش اوغندا إن شاء الله نروح للأخبار شعار الفرعنة الجديد مرر لترزيجيه ووسع لصلاح ماشي ما فيش مشكلة أياً كان إيه هو الشعار أياً كان إيه هي طريقة اللعبة إحنا عايزين البطولة طبعاً ترزيجيه مؤثر جداً ومهارياً عالي في المراوغات بصراحة مميز أوي شوفنا الكلام ده في المطارات اللي فاتت وعارفين دي دي سمع ترزيجيه يعني عمتاً مميز جداً في مهاراته يعني وسرعته كمان مميزة جداً كان عنده قبل البطولة حتة نقصة شوية إن هم بيخلص الكرة قدام الجن بشكل جيد اللمسة الأخيرة ما بتحصكش بالشكل المطلوب من ترزيجيه لكن المميزة الأولى جاب هدف رائع في الحقيقة اللمسة الأخيرة بالنسبة له بعد مشوار جيد بالكرة في مميزة جداً فباصل ترزيجيه أو وسع لصلاح أي حاجة أي حاجة ده إن شاء الله بإذن الله يكون في صالح منتخب مصر الناتج في النهاية هو إيه؟ إن المنتخب يفوز وإن اللقب يجي ويبقى اللقب رقم 8 لمنتخب مصر خلال الفترة الجاية كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني دي كانت أخبار المنتخب أو أخبار كان في الجرائد إيه أخبار كان في المواقع حتى نروح نشوف يلا يلا كورا تحتيم رافعات أغندا هدفاً لمصر لدخول الطريق الأسهل بكأس أمم إفريقيا صدى البلد الشناوي والمحمدي على رأس التشكيلة المثالية للجولة الثانية البوابة سبورت بشرة خير للفرعنة قبل مواجهة أغندا البوابة سبورت التاريخ ينحاز للفرعنة في مواجهة أغندا بيع 20 انتصار اليوم السابع التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام أغندا دونجة بدلاً من النيني الوطن سبورت جوزيه على أجري راحة محمد صلاحة ومروان محسن أمام أغندا الفجر الرياضي أول مباراة لجهاد جريشا في أمم إفريقيا 2019 بوابة الأهرام نور الدين يعود للكمة من بوابة الكان 2019 الشروق زمبابويا والكونغة الديمقراطية تتمسكان بالفرصة الأخيرة في التأهل للدور الثاني بأمم إفريقيا كورا الحج ديوف بطل الكان لن ينهى أولئك فيتو منتخب المغرب يتسلح بالقوة الضاربة لمواجهة جنوب إفريقيا موسيقى سوبر كورا مدرب جنوب أفريقيا المغرب منتخب قوي وسنفذل قصارى جهدنا للفوز موسيقى في الجول مدافع تونس يغيب عن مباراة الحسن أمام موريتانيا موسيقى بوابة أخبار اليوم مدرب كوديفوار مباراة نامبيا صعبة وهدفنا تحقيق الفوز موسيقى الشروق مدرب السنغال لا بديل عن الفوز بمباراة كنية موسيقى في الحقيقة فيه إجماع طبعا وإجماع بديه جدا لكل الجرائد وكل المواقع على أن المنتخب لازم يحاول يسلك الطريق الأسهل في بطولة الأمم الأفريقية أن أنت تسلك الطريق الأسهل ده مش معناه أن أنت منتخب ضعيف أو أن أنت منتخب خايف لا معناه أن أنت بتحاول تدخل في البطولة واحدة وده الكلام المكتوب فين في يلا كورا ولي بتقول إيه أن تحطيم رفعات أوغندا هدفا لمصر دخول الطريق الأسهل بكأس أمم أفريقيا آه هتكسب النهاردة أو تتعادل تبقى المجموعة هتقابل المنتخب قضع أحسن ثلاث توالد من المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخمسة فبالتالي فرصة بالنسبة لك هتبقى كويسة أنا أتمنى أن نحن نجيش عند المجموعة الخمسة لأن وارد يبقى فيها تونس وارد يبقى فيها مالي وارد يبقى فيها مين كمان آآ أنجولا فبالتالي حيبقى موضوع أصعب شوائي من جنو إلا لو كانت أنجولا أنجولا برضو مستوها مش قوي عايا كان يعني المهم أن أنت تاخد الخطوة أو الخطوات بطريقة تدريجية ده مهمة قوي بالنسبة لمنتخب مصر عشان كده كل المصريين بيتمنوا النهاردة إن شاء الله إن المنتخب ما يخسرش وأكيد التمني الأساسي هو الفوز بإذن الله لمنتخب مصر صدى البلد بتقول إن الشناوي المحمدي على رأس التشكيلة المثالية لجولة الثانية وده من خلال موقع هو سكورد العالمي واللي قال إن الشناوي عمل مباراة كبيرة جدا محمد الشناوي في مباراة كونغو وأدى بشكل مميز جدا جدا فاستحق إن هو يكون متواجد في التشكيلة المثالية لجولة الثانية في المقابل كمان أحمد المحمدي اللي أحرز الهدف الأول لمصر في مرمى لكونغو أيضا يسحق التواجد في التشكيلة المثالية الجولة التانية ومحمدي في الحقيقة عمل مباراة مميزة المباراة التانية عكس المباراة الأولى شوية كان الدنيا الأداء مش قوي بصراحة نتمنى لكل إن شاء الله يكون في الطوب فورم بالنسبة له إن شاء الله النهاردة كمان وما تبقى من البطولة إن شاء الله بإذن الله البوابة سبورت وبتقول بشرة خير للفراعنة وده شيء مهم قوي احنا عايزين بشرة خير في الحقيقة قبل مواجهة أغانبا بشرة الخير في إيه؟ في إن المنتخب آخر مرة خسر في الجولة التالتة من دور المجموعات كان في 98 كاس الأمم الأفريقية 98 ببوركينا فاسو لما خسرنا بهدف الشهير جدا جدا للمصطفى حد جينيج من المنتخب المغربي في الوقت القاتل باكورد عالمي وخسرنا واحد سفر والسنة دي بتحديد خدنا اللقب كمان كان اللقب الرابع لمصر فبالتالي دي كانت أخر خسارة لمصر في الجولة التالتة بتحديد في دور المجموعات بعد كده لعبنا في بطولة الواء أفريقية 2000 اللي كانت في غانا وناجيريا لعبنا بوركينا فاسو وكنا متأخرين 2-0 كسبنا 4-2 فمبراكة كبيرة جدا ده كان في الجولة التالتة ورده في 2002 لعبنا زنبيا وكسبناهم 2-0 2004 تعادلنا سلبيا مع الكاميرون وخرجنا بالنسبة قريبا من بطولة أعتقد كان في تونس طبعا وتونس بخدرة اللقب 2006 طبعا كانت على أرضنا كسبنا كوتيفور حراكة وفاكين المبرادي أكيد 3-1 في الجولة التالتة 2008 تعادلنا مع زنبيا 1-1 كانت أفضل نسخة لمنتخب الوطني في 2008 2010 كسبنا بينين 2-0 وآخر بطولة كانت مبراة مصر وجانا في الجولة التالتة وتسبنا 1-0 بهدف محمد صلاح من فول في أول المبراة ده كانت في 2017 في الجابون فبتالي دي بوشة خير إن شاء الله بإذن الله نستمر في هذه النتائج الجيدة ونتمنى عدم التعرض للخسارة بإذن الله كمبراة أغاندا النهاردة وإن شاء الله نكون موفقين في الفوز أو على أقل لتقدير التعادل طيب إحنا لسه مع البوابة سبورت واللي بتقول إن التاريخ بينحاز للفراعنا في مواجهة أغاندا بـ 20 انتصار قبل مبراة النهاردة اللي عدناها 24 مرة كسبنا 20 مرة خسرنا مريتين وتعادلنا مريتين إن شاء الله المرة النهاردة تكون رقم 21 كفوز لمصر على أغاندا في كل المباريات الرسمية والوديّة ما بينهم يعني بالمناسبة يعني دي الإحصائية خاصة بكل المباريات ما بين مصر وأغاندا سواء كانت رسمية أو وديّة إن شاء الله يكون الانتصار رقم 21 النهاردة لمصر أو تعادل الثالث يعني ليش اليوم السابع بتقولي التشكيل المتوقع لمتخب مصر في مباريات أغاندا النهاردة وبيقولون دونجا هيكون بديل محمد النمي خليني أقول له حالكوا التشكيل المتوقع الشناوي محمد الشناوي طبعا في حراس المرمش هيكون في تغيير في هذا المكس إطلاقا على مدار البطولة إن شاء الله حتى لو الشناوي أحمد الشناوي الليعب طبعا برضو حارس مميز كان خلاص بينهم محمد الشناوي هو اللي ابتدى البطولة فأعتقد هو اللي حيكمل يعني البطولة بشكل كامل خط الدفاع أيضا أشرف هيكون متواجد أحمد حجازي هيكون متواجد محمود علاء حيبيح وهيلعب مكانه باهر المحمدي وخصوصا محمود علاء عنده إنذار فتجنبا لقيابه عن مبراد دول 16 والعيد مهمة قوي محمود علاء في خط الدفاع وكمان ده بجانب أحمد المحمدي كباكراي في نص الملعب طريق حامد مفيش خلافة عليه مش هيتغير والحمد لله ما عندوش أي نظارات ولا أي حاجة وحيجوروا النهاردة بإذن الله ده التشكيل الأقرب يعني نحنا مقلوه لحضراتكم دونجا أيضا العيد مميز ويتالي أنني حيرايح شوية لأنني أيضا عنده إنظار في المبراءة السابقة التلت الأمامي بالنسبة المتاخد مصر عبدالله سعيد محمد صلاح الخلاف هيكون فين في خط الهجوم مروان محسن ولا أحمد علي ولا كوكا الأقرب كوكا أعتقد يعني الأقرب وأنا أو كلنا بنتمنى برضو أن أحمد علي ياخد فرصة في المبراءة دي لأن أحمد علي هداف الدوري ممكن طبعا مبراءات الدولية عن مبراءات المحلية بتختلف لكونا العيد عنده خبرات يعني بكل الأحوال فبالتالي حنشوف مستر أجيري حيستكر على مين في خط الهجوم لكن ده التشكيل الأقرب والمتوقع بالنسبة للمتاخد مصر وننزل التشكيل في أي لحظة وإحنا معاكم على هوا دلوقتي هنبلغوا لحضراتكم بشكل رسمي طيب نروح للوطن سبورت وتصريح لمستر مانويل جوزي المدير الفني التاريخي لبنادي الأهلي ومحبوب كل عشاق القلعة الحمراء بيقول إيه إن أجيري لازم يريح محمد صلاح ومروان محصن أمام أغندا هو شايف إن مروان محتاج إنه يريح شوية عشان يستعيد مستوى بشكل كبير وكمان شايف إن محمد صلاح محتاج إنه هو يريح وكمان في متن الخبر ده يعني مستر مانويل جوزي قال إنه يتمنى أن عبد الله سعيد كمان يريح ميرعب مكان وليد سليمان يعني كلها رؤى فنية ولازم تفكر في نصايح دهية زي مستر مانويل جوزي عين كان التميين مدير فني يعني لكن أكيد الرجل بيحلل وبيقول من وجهة نظر يعني مدير فني كبير مستر مانويل جوزي ما حدش يقدر إنساه من الجمهور المصرية بشكل عام مش الجمهور الناجي الأهلي بس كله كله ما يقدرش ينسى مانويل جوزي طيب الفجر الرياضي أول مباراة لجهات جريشا في أمو أفريقيا 2019 وأخيرا كان جهات جريشا هيحكم مباراة كينيا والسنغال بكرة إن شاء الله وبعد الجدل الكبير اللي كان عليه بعد مباراة الزهامة بين الأداد والتراجي وإيقافه وعودته من الإيقاف بعد الكارسة اللي عملها بكاري الجسامة في مباراة الإياب في تونس فبالتالي كلام كان كتير جدا عن جهات جريشا لكن موجود خلاص في البطولة وهيحكم مباراة الغد إن شاء الله ما بين كينيا والسنغال في نفس السياق بوابة الأهرام بتقول إن إبراهيم نور الدين يعود لكمة من بوابة الكان 2019 تمام بس يعني هو الراجل العمل مبارك وإيسا وهي كانت مباراة ما بين إنجولا ومريتانيا بالمناسبة يعني المباراة مش منتخبين أقوية جدا وفيش صراعات قوية قوية في الملعب وفنيا ما كانتش مباراة علي قوي لكن هو في الحقيقة كان بيمر بحالة من عدم التوفيق المبالغ على مدار الموسم الماضي بالتحديد في البطولة الدوري كابتا يبوهيم نور الدين أخطاء كارثية كثيرة جدا في البطولة الدوري نتمنى نتمنى أن يكون بداية لعودته المستوى لأنه في الحقيقة أصلا حكم جيد لكن الفترة الفاتف كان سيئ جدا أداؤه نتكلم بصراحة مباراة أنجولا ومريتانيا إن شاء الله تكون بداية لعودته للمستوى المعهود على إبراهيم نور الدين وإن شاء الله نتمنى كل حكمنا المصريين كل التوفيق خلال الفترة القادمة الشروق بتقول أن زمبابوي والكونغو الديمقراطية بيتمسكوا بالأمال في التأهل إزاي زمبابوي عندها نقطة والكونغو ما عندهاش ولا نقطة الكونغو لو كسبت حيبع عندها تأهت نقطة وربما تبقى أفضل توالد أفضل أربع توالد في البطولة وحنشوف النتائج هتبقى إيه لكن فرصة زمبابوي أكبر إنهم لو كسبوا حيجبوا من أفضل تقريبا أربع توالد في البطولة عشان كده هتبقى مباراة قوية جدا هفي نفس التوقيت للأسف وهذا طبيعي جدا آخر الجولة في أي حتة في الدنيا معدى مصر في أي حتة في الدنيا معدى مصر آخر الجولة في أي بطولة في الدنيا معدى مصر بعد الدوري المصري بيبقى كله في توقيت واحد يعني فالأسف عن مصر الجزائر الكاميرون والسنغال طبعا بلده قال أن دول أقوى منتخبات وما أعتقدش أنه الحاجة يتفرج على المغرب لأن المغرب منتخب قوي جداً في الحقيقة يعني كان دي وجهة نظره فبيقول دول أربع منتخبات مرشحين للفوز باللقب مصر الكاميرو الجزائر السمغال هو طبعاً يتمنى السمغال لكن بيقول أبرز اتنين أبرز اتنين اللعيبة في البطولة حيفضل محمد صلاح وحيفضل ساديو ماني نجم المنتخب السمغالي إن شاء الله نتمنى البطولة تكون من نصير محمد صلاح منتخب مصر فيتو بتقول إيه؟ إن منتخب المغرب يتسلح بالقوة الضاربة للمواجهة جنوب أفريقيا ومنتخب المغرب خلاص صعب بشكل راسمي دوري 16 لكن أكيد برضو عايزين يفضلوا أول المجموعة نفس الحال بالنسبة لكل المنتخبات اللي خلاص وصلت لنقطة رقم 6 عايزين يوصلوا لنقطة رقم 9 أو على الأقل لتقدير النقطة رقم 7 فبالتالي انبارح المغرب كان عندهم مران بعد الفوز أو انبارح على كودي فور بهدف للاشئة مراكب قوية جداً في الحقيقة انبارح كان فيه مران 11 اللعاب لللاعب وأساسي رايحه والباقي اتمرانوا تدريبات جيدة بالنسبة لهم والنهاردة كله بيشارك في التدريب بشكل طبيعي ده بالنسبة لمنتخب المغربي استعدادة للمواجهة جنوب أفريقيا غداً إن شاء الله سوبر كورا مدرب جنوب أفريقيا بيتكلم عن إيه؟ بيقول المنتخب المغربي منتخب قوي وسنبذل قسارة جهدنا للعبور وللفوز طبعاً في هذه الموبرانة تمنى كل التوفيق المنتخب المغربي طبعاً بكل تأكيد مش المنتخب الجنوب الأفريقيا لكن أيضاً جنوب أفريقيا عايزين يتأهلوا على أقل تقدير كأفضل أربع ثوالث فبالتالي حيكونوا قريبين قوي إن هما يقابلوا منتخب مصر لو كذبوا يعني دي كل الأمور الخاصة بجنوب أفريقيا وما بيتمنوا أو هما شايفين بالتحديد ستورت باكستر المدير الفني الجنوب أفريقيا قال إن إحنا لو دعمنا الدفاع عندنا بشكل كويس قوي في الموبرانة دي نقدر إن إحنا نعمل نتيجة كويسة أمام المغرب كل توفيق المنتخب المغربي قال الشقيق نرغم إن إحنا عايزين نلاعب جنوب أفريقيا في الحياة سننلاعب المنتخبات تانية لكن مهم يعني في الجول مدافع تونس يغيب عن موبرات الحسم أمام مروتانيا مين هو المدافع؟ أيمان بن محمد مدافع الترجل تونسي ومنتخب التونسي عنده أصابة في العضلة الضمة فبالتالي مش هيكون متواجد في الموبرات مروتانيا طيب بالنسبة لي بوابة أخبار اليوم مدرب كوديفوار إبراهيمة كامارا قال إيه؟ قال موبرات نبيبيا صعبة وهدفنا تحقيق الفوز كوديفوار عندهم ثلاث نقاط عايزين يضمنوا التأهل بفوز على منتخب نبيبيا وفي الحقيقة منتخب نبيبيا منتخب جيد لكن عنده مشكلة في إنهاء الهجمات على المرمى بالتالي ما كسبوش ولا ماتش ولا تعدلوا وكمان ما جابوش ولا هدف بالعكس جابوا هدف مرمىهم في الموبرات المغرب لكن موبرات فعلا موبرات قوية جدا ومنتخب النبيبي على الأقل لو مش هيصعد وصعب خلاص نواة يصعد طبعا فبالتالي عايز يعمل أو ينهي البطولة في شكل جيد أمام المنتخب الإبواري فهنشوف الأمور هتخلص على إيه نروح للشروق وتصريح لأليو سي سي المدير الفني لمنتخب السنغالي واللي قال لا بديل عن فوز بمورات كينيا سنغال عندهم ثلاث نقط خسر مباراة الأخيرة أمام الجزائر فبالتالي هو كمان حزين في التصريحات ويعني بيقوله حزين جدا أن احنا بسرنا من الجزائر في موبرات كانت قوية في الحياة طبعا بين المنتخبين أقوى وأبرز المرشحين بالفوز باللقب كان 2019 فبالتالي بيقول رغم كده احنا حنتخطى هذه الهزيمة وحنفكر في المبارات الجاية أمام كينيا لكن احنا عارفين هدفنا إيه إن احنا لازم نكسب هذه المباراة عشان نصعد بشكل رسمي ولهائي ده بخصوص المنتخب السنغالي دي كانت أبرز الأخبار الخاصة بالكان على المواقع في كل الأحوال في كل الأحوال قدامنا بالضبط ساعتين وربع أو ساعتين وعشر دقيقة على مباراة مصر وأغندا بإذن الله بإذن الله المنتخب يارب يارب يقدر أولا نتيجة جيدة فوص جيد ثانيا الأداء عايزين الأداء يكون كويس عايزين نبسط بمنتخب مصر كده من الآخر يعني باش قاعدين متداقين المطشين الفات بصراحة الواحد قاعده هو بيتفرج على مطش وكلكو أكيد قاعدين متداقين سواء أنت في الملعب تتفرج أو أنت في البيت قاعد تتفرج أو أنت على الأهوة مع صحابك قاعد تتفرج مش ده المنتخب الوطني المصري مش ده المنتخب اللي عايز ياخد اللقب طبعا مش معنى كده أن احنا صعب ناخد اللقب لا احنا أبرز المرشحين وهنفضل أبرز المرشحين بالفوص باللقب ده إزاي حيبقى بمساندة الجماهير بدعوات المصريين طبعا بأرضنا بلعبنا اللي حين نلعب عليها بجمهورنا العظيمة الكبيرة اللي بيحضر كل المباريات بالتالي إن شاء الله التركيز كل التركيز مطلوب حتى لو أنت سعدت رسميا لدور 16 خلاص أنت سعدت في موضوع الحسن والدنيا كويس لكن أهم حاجة أنت تبقى مركز في إنك تفوز في ممارات النهاردة التعادل ما تفكرش فيه آه فرصة بالنسبالك متاحة وحتيبقى أول مجموعة برضه لكن لو فكرت في التعادل حيبقى برضه ممكن تتعرض بالهزيمة وده اللي احنا ما نتمنهوش إطلاقا يعني منتخب مصر في المرحلة الحالية في زل كلام كتير وفي زل الهزيمة هتعمل كلام أكتر وممكن تعطن المنتخب بشكل كبير معنويا ونفسيا وزهنيا قبل مرحلة غاية في الأهمية وأكثر صعوبة داية من دور الستاشر بعدين الأكثر صعوبة طبعا دور التمانية والأربعة والنهائي وربنا يسطر إن شاء الله كله حيبكير بالنسبة لمنتخب مصر لكن الأهم بإذن الله بإذن الله أن يكون فيه تركيز كبير اللي عابين يكونوا حسين بالشعب المصري اللي عايز يفرح بيهم واللي عايز يحس أن عندهم منتخب قوي جدا عندنا جهاز فن محترم بالمناسبة يعني مستر أجيري مدارب جايد جدا للأسف الشديد قبله بطولة بفترة المباريات اللي كنا بيعابها في التصفيات اللي هو كان موجود فيها كان بلعب بطريقة لعبة معينة وكالطريقة الحقيقة الكويسة قوي مش عارف اللي خلاه غيرها شوية بوجهة نظر يعني اللي خلاه غيرها شوية اللي خلاه يرجع لطريقة قديمة بتاعت منتخب مصر ممكن آه عندنا شكل هجومي شوية لكن في نفس الوقت مش ده المنتخب الكرة بنفقدها كتير جدا جدا ما بيعملش كام باصة أو عدد باصات كتير مع بعض يعني بوقت كتير ما بيحصلش للأسف في المطشين اللي فاتوا بتحديد نفسنا مستر أجيري في مورات أوجندا يتضارك هذا الموقف يتضارك هذه الأمور عشان إن شاء الله نشوف المنتخب بشكل مغير عن أول المجرأتين وعشان إن شاء الله بإذن الله تكون رسالة جديدة في رسالة وصلت للناس في رسالة وصلت للمنتخبات الأخرى اللي بتنافس على اللقب رسالة للأسف سلبية مش إجابية قوي هم شايفين المنتخب حينفس على البطولها ومنتخب مصر حينفس على البطولها بحكم إنه هو بيلعب الأرض ووسط جماهيره لكن إحنا عايزين رسالة بداية من المباراة النهارده إن إحنا منتخب تقيل زي الجزائر كده منتخب تقيل جدا زي سنغال منتخب تقيل قوي زي منتخب المغرب اللي قوي مباراة عمل مباراة صغيرة أمام نبيبي أو كسب بالعافية لكن المباراة التانية عمل مباراة كبيرة قوي قوي أمام كوديفوار إحنا في المباراة التالتة النهارده إن شاء الله عايزين مع طبعا اختلاف والفوارك الموجودة ما بين المنافسين يعني الكوديفوار مش مزاي أغاندا أغاندا أضعف من كوديفوار رغم إن المنتخب الأغاندي أصبح قوي هذه الفترة لكن مش نفس قوة كوديفوار البدنية والفنية بكل تأكيد لكن في نفس الوقت منتخب أغاندا مهم قوي إن انت توصل من خلال رسالة لكل المنتخبات المشاركة في البطولة والأهم تكون رسالة قوية للشعب المصري إن احنا إن شاء الله بإذن الله هنكسب اللقب وهتبقى حاجة صعبة قوي لو لقدر الله ما كسبناش بتورة الأمم الأفريقية وهي على أرضنا فدي كلها أمور غاية في الأهمية بنسبة المنتخبنا الوطني المصري خلال المرحلة الحالية خليني أعيد على حضراتكم التشكيل المتوقع بنسبة المنتخب مصر في حلاصة المرمى حيبقى محمد الشناوي في خط الدفاع أيمان أشرف كبكا ليفت اتنين مساكين حجازي حيكون موجود جنبه باهر المحمدي وزهير الأيمان حيكون أحمد المحمدي في نص الملعب طهر حامد ودنجا حيكون متواجد ويجاور طهر حامد وفي الأمام كل من تريزيجيه عبدالله استعيد محمد صلاح وأمامهم إن شاء الله الأقرب تبقى يعني المعلومات اللي عرفناها حيكون كوكا لكن لسه في تفكير او ممكن يكون خلاص المنتخب استقر على المهاجم يعني لكن لسه في تفكير بخصوص مرام محصن هاليا استمر في المشاركة أساسيا ولا يلعب أحمد علي ولا أحمد حسن كوكا حنشوف الأمور مين اللي حيلعب في الآخر لكن الأهم الأهم إن إحنا عايزين نحس بمهاجم منتخب مصر عايزين نحس بمهاجم منتخب مصر لأن مرضو المطشين اللي فاتوا المهاجم المنتخب مرام محصن أو جيرو مرام محصن يعني بالمناسبة عمل مباراة جيدة جدا أو عمل مباراة جيدة المبرزتين اللي فاتوا وقبل البطولة جاب هدف عالمي في مرمى غينية وابتدأ البطولة في شكل جيد لكن مش موفق في إحراز الأهداف وكمان بيوصلوش كوهر كتير ودي جزئية لازم نفكر فيها عبدالله السعيد مش هو عبدالله السعيد بتاع زمان مش هو عبدالله السعيد بتاع السنة دي مع بيراميد فالكوهر قليلة سوال بتوصل لمروان أو بتوصل لمحمد صلاح ما عندناش غير تريزيجي ما شاء الله عليه هو اللي بياخد الكرة وبيجري بيها وبيعلم مجودة كويس جدا 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 نتمنى كل التوفيق إن شاء الله المنتخب مصر طيب خلينا نروح لفاصل بعد فاصل فقرة حوارية أهمة جدا 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 مع ضفنا العزيز أستاذ إبراهيم داود النقد أرياضي الكبير جدا ومدير تحرير جريدة الكرة والملعب وحنكلم في أمور عديدة تخص المنتخب المصري قبل ساعات قليلة جدا من ممورات أغندا النهاردة استنانا بعد فاصل شرفني في الستوديو دكتور إبراهيم داود مدير تحرير جريدة الكرة والملعب يا دكتور منورنا ومشرفك بسعد بيك دايما باللقاء معك أنا أسعد طبعا بسعد في وجودي ببيتي طبعا أكيد منور المشرف دايما ومنسعد أكيد بتواجد حديثك ربنا نحن كمين البطولة شغلنا والدنيا ماشية بشكل كويس مباراة أكيد ده قوية نتائج مختلفة رؤيتك وتقيمك لبطولة من الجانب الفني بالتحديد حتى الآن حتى الآن البطولة لم تكشف عن كل أسرارها صحيح في مؤشرات ظهرت في بعد الانتهاء الجولتين يمكن صنفطها أنا على أربعة كاتيجوري الكاتيجوري الأولاني اللي هو أصحاب المستوى المرتفع والسابت ودي لقينا فيهم الجزائر والمغرب بأداء جيد وبنتائج جيدة هللاقي فيه فرق مستويات متوسطة والأسف بيتصدر هذا منتخب مصر يليه منتخب نيجيريا منتخب السنغال منتخب أغاندا منتخب الكاميرون كودوفار غانا تونس جنوب أفريقيا وأنجولا هللاقي فيه فرق حقاية مفجآت وغير متوقعة سوى على من ناحية النتائج أو من ناحية الأداء زي مدغاشكر مثلا ونسبة مدغاشكر كان يقول النتائج حتى الآن في المجموعة الثانية مباراة مدغاشكر ونجيريا شرط الأول خلص واحد سفر مدغاشكر فمفاجأة كبيرة جدا والنتيجة دي لو خلصت مبراحب هم أول مجموعة ونجيريا تاني وغانيا متقدمة على بروندي بنتيجة واحد سفر كده غانيا هتبقى من ضمن أفضل أربع توالد هيتأهله للدور المقبل فواحد سفر حتى الآن لغانيا وشرط الأول خلص وحبتدي خلاص شرط تاني خلاص بمناسبة مدغاشكر إذا انتهت النتيجة دي بالتعادل أو بفوز مدغاشكر أنا هتبقى احتلت في الثلاث جولات لقب الحصان الأسود بالدور الأول فهتبقى مدغاشكر هي صاحبة هذا اللقب بلا منازع عندنا فرق تانية زي غنية مثلا هي متقدمة الآن على بروندي إذا نجحت فيه أن هي تصل بالنهاية هتبقى أحد الفرق المرشحة لتأهل للدور التانية وكانت من الفرق غير المرشحة عندنا منتخب من ناحية النتائج والأداء برضو مالي من منتخبات كويسة جدا وجيدة ليه؟ لأن مالي في السنوات الأخيرة مش هي مالي بتاعت زمان فإحنا بنقول أن مالي بتستعيد موقعها الطبيعية عندنا فيه فرق حققت على سعيد النتائج نتائج كويسة في الجولتين زي كينيا وزي بنين وفيه فرق حققت على سعيد الأداء ولكن لم تحقق على سعيد النتائج برضو أداءها كان مفاجأة لنا زي موريتانيا اللي هي المشاركة الأولى بالنسبة لها وزمبابوي زمبابوي قدمت معنا مباراة جيدة جدا ثم مباراة غاية في الروعة قدام أغندا فيه بقى مستويات ضعيفة دي كانت واضحة جدا للعيان يمكن المفاجأة في المستويات الضعيفة على رأسهم كان الكنغو الديمقراطية كان متوقع منها أن هي تقدم مستوى أفضل من كده عندنا في نفس المستوى كان غينيا بيساو ويناميبيا وبروندي وتنزانيا بروندي لو خلصت المباراة التالتة كده هتبقى بلا رصيد في التلات جولات وهتبقى أسوأ أو أضعف فريق في الجولة في الدول الأول كلهم في البطولة يعني في البطولة محاصلة الجولتين يمكن النهاردة احنا بنقول أن من سنة سبعة وخمسين والحد النهاردة أول يعني هتحقق رقم قياسي لأول مرة يحصل في تلك البطولات لا إنشاء عدد الأهدياء في عدد المباريات عدد المباريات في آخر منذ اتساع البطولة لستاشر فريق من 12 فريق لستاشر فريق كانوا تمانية، اتناشر، ستاشر وحتى بطولة النسخة الماضية في الجابون واللي أحرزتها الكاميرون هلاقي إن كانت مباراة الدول الأول بتشهد 24 مباراة النهاردة تحطم هذا الرقم لما تلعبت المباراتين اللي هم بتلابه وإحنا أو شروطه التاني هيبدأ حالا يعني أو بدأ هنلاقي إن احنا وصلنا لستة وعشرين مباراة طبعا الرقم ده هينتهي بنهاية الدول الأول هيرتفع لستة وتلاتين مباراة وهو مقارنة 24 يعني فيه 12 مباراة زيادة بلس الأربع مراب تعدول الستاشر يعني عندنا ستاشر مباراة زيادة في البطولة دي طيب فنيا شايف إن البطولة جيدة ولا لسه شوية الأدوار المجبلة هنشوف أداء فني أفضل وأكبر من المنتخبات المشاركة الظاهرة اللي تحدد لك المصور إذا كانت البطولة دي مرتفعة فنيا أم عادية أم ضعيفة هي ظاهرة المعدل التهديفي في البطولة برغم ارتفاع العدد الكبير لـ 24 منتخب لأول مرة إلا إننا بنلاقي إن الجولتين شاهدوا 43 هدف 43 هدف لما نحسبهم على العدد المباراة اللي هي أقيمة 24 مباراة في الجولتين هنلاقي إن معدل التهديف 1.79 في المباراة الوحدة وده يعني معدل ضعيف جدا جدا خاصة لما بنشوف أخر أربع بطولات هنلاقي إن المعدل كان بيتراوح ما بين 2.1 إلى 2.3 يبقى فيه تراجع في المعدل التالي ونزلت الأهداف جنيا جابت الهدف الثاني دلوقتي أمام بروندي فجنيا كده بتضمن خلاص صعود تضمن الصعود على الأقل لقى أفضل أربعة كوالي وبتؤكد وبترصق أن بروندي هو الفريق الأسوأ في الدور الأول بالضبط الظاهرة الثانية إن ارتفاع معدل الخطط الدفاعية اللي موجودة في البطولة يعني هي بطولة دفاعية الظاهرة الثالثة هي ظاهرة إذاعة الأهداف احنا شفنا كتير في مباراة كتيرة من المباراة الكاميرو المغانا مباراة أهداف كتير قوي ضائعة مباراة زنبابوي وأغندا ضع منها أهداف بمنتها الغرابة مباراة كثيرة هي الظاهرتين ضعف التهديف ازدياد الخطط الدفاعية وزي ما بنقول كمان عدد المباراة؟ لا مش عدد المباراة إن احنا بنبص إن فريق يشارك في البطولة ولا يحرز أي أهداف ودي الحالة دي بلاقيها في حالة كونغو الديمقراطية طبعا أنت جاي تشارك في البطولة ليه؟ وانت حتى مش بتحاول ونمبيا حتى الآن محرزتش أهداف عنهم مباراة أخيرة بكرة لكن فريق بحجم كونغو الديمقراطية وحجم تاريخ كونغو الديمقراطية المفروض أنه يكون مساجل أهداف أكتر بروندي أعتقد من جابتش يا جماعة أهداف أعتقد يعني بروندي من جابتش أهداف أعتقد بالنسبة لبروندي نبص على بروندي كده هللاقيها أن هي ما جابتش ولا هدف ما سجلتش ولا هدف زيها زي الكونغو الديمقراطية بالضبط ويتعمق جراحها بهدفين تاني من غنيا طيب ما فيش هدفين كمان ما فيش هدفين فعلا أنا منتكلم عن أن تلات لعبين اللي هما ميكيل بوتيه من بنين وإيمانويل كوي من أغندا ومايكل أولونجو من كينيا اللي اتنين برصيدها هدفين هدفين خلاص احنا أطعنا شريط أو أصنا شريط الجولة الثالثة بالضبط طيب نتكلم عن مبارات مصر النهاردة وأمام أغندا ومدى أهمية هذه المبارات عارفينها طبعا أهمية بتكمن في أنك لازم تسعد أول مجموعة عشان تتجنب مواجهة المنتخبات التقيلة والقوية يعني شايف المبارات النهاردة إزاي وهل تتوقع أن يكون فيه تعديلات في التشكيل من مستر أجيري ولا لأ المهم أنا هخش المبارات إزاي كحسابات للجهاز الفني حل أنا شايف أن أنا غامر وأعمل رزق ولا أتحفظ طيب أنا هتحفظ هلعب على النقطة هضمن صدارة المجموعة فلا داعي للمجسفة كويس لا داعي للمجسفة لا داعي للمجسفة ففي الحالة دي أنا هلعب بإطار تحفظي مع قدام فريق طامح تصرحات الجهاز الفني تصرحات اللاعبين بصبر اللي عارف معظم اللاعبين المصريين طبعا طبعا بحكم أنه كان مدير فن الإسماعيلي بحكم أنه كان مدير فن الإسماعيلي وكمان التصرحاته بقت استفزازية في الساعات الأخيرة يعني أهل حاجة ثانية يعني هو بيتحدى منتخب مصر بيقول أنه قادر الفوز عليه بيقول أنه منتخب مصر سيء للغاية وأنه لم يكن يتوقع نحن لدينا فرصة نحن لدينا فرصة الحقيقة المصر أو منتخب مصر النهاردة لو استطاع أنه يحقق الفوز هي بحقق العلامة الكاملة بس هتفرق بأني أداء هل يا جيري أو يا جيري أنت استطعت أن تحط حل آآ تاني للشوت التاني قبل ما أتكلم على أجيري ماتغاشكر جابت الهدف التاني في ناجيريا أوه دي بقى مفاجأة مفاجأة مدوية أنا أعتقل دي مفاجأة البطولة طبعا مفاجأة البطولة مفاجأة البطولة أول مرة فريق أو منتخب ده يشارك في البطولة أصدق سره باتع أحمد أحمد والناجيريك كمان من ضمن المرشحين بعد الأول موارتين فازوا فيهم كمان ومنتخب طبعا دي تاريخ كبير في البطولة طيب سؤال هو ليه بداري جسامة حكم المطش ده بالذات؟ نسأل مين؟ نسأل مين؟ نسأل أحمد أحمد؟ ولا نسأل رئيس لجة الحكام؟ أحمد أحمد بالنسبة بلده مدغاشكر يعني برضه هو عشان يبقى التكلام موضح آآ وقاب له بداري جسامة وبيحضر اللقاء موجود حينما تجد حقه يحضر ويشجع حينما تجد حاجة تمس الكاف تجد بداري جسامة بالتأكيد فهنا بقى لك برئيس الكاف طيب والله كلمة أو جملة فيها رسائل كتير جدا يعني اللي ياخد باله وتفضل يا دكتور فالقصة زي ما قلت لحضرتك كده سريعا إحنا دخلين المطش ده إزاي؟ إحنا دخلين متحفزين أو دخلين إحنا عارفين كويس قوي نحن لازم نواجه بقى المسج بقى في الجولة التالتة بقى خلاص بقى تأخرنا شوي تأخرنا شوي فهنستطيع إن إحنا نوصل للمسج ده ولا لأ عندنا إمكانيات إن إحنا نوصل للمسج ده ولا لأ عندنا آه نقدر 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 إزاي؟ كويس إن إنت تلعب لعبك البسيط السهل تستغل العنصر الجمهور الميكانيزم بتاع الفريق بقى محتاجة تزبط الحتة الفردية اللي شفناها من محمد صلاح إنه هو جد فأقول ماتش بس صراحة وأعتقد إن هي برضو ما زالت طاغية في الماتش التاني بس إثناء الهدف إنه هو سجله لكن أنا شايف إنه هو لو تغيرت دي وبقى المكون إنه كله بيلعب لصالح منتخب مصر وصالح أداء منتخب مصر وإبعدت الحتة الفردية شوية أعتقد إن إحنا نكون قادرين ننحق فوت سال بس يا دكتور برضو عايز أقول لحركة لحاجة إحنا كنا نشعرفين نواصي خمس بصات مع بعض وارا بعض ليه؟ يعني ليه النقطة دي واضحة سلبية جدا في منتخب مصر واضح إن الإعداد البدني مش مكتمل إعداد بدني إعداد بدني طبعا ما أنت لما تكون بدنية مش مكتمل هتبقى زهنيا مش مكتمل هتبقى كمان قدرتك على الميس بص ما هو الميس بص بيظهر من إيه؟ إن إنت اليقتك الزهنية مش حضرة أو متوافقة عصبيا وعضليا مع اليقتك البدني تموها ممكن يكون إجهاد بدني بقى مش إعداد بدني يعني كده كده الموسم أصلا يعتبر في مصر لسه مخلص فاللعبين يعني موجودين وبدنيا في المعسكر التحذيري اللي استمرى 15 يوم المفروض أن أنت بتنزل بالمعدلات بالمعدل البدني وتحافظ عشان ما تحصلش إجهاد وأن أنت تعد لعبتك بدنيا لبطولة زي دي المفروض أن أنت هتخوض فيها المفروض أنت مرشح للنهائي هتخوض فيها 7 مباريات في مدة أقل من 4 أسبوع طب أنا أقل من 4 أسبوع وأخوض 7 مباريات أنا لازم أكون معد بدنيا إعداد سليم جدا طيب دي ظاهرة استمرت في المباراتين ظاهرة الميس بوص هل أجيري النهاردة لو نجح في أنه هو يعالج القصة بتاعة الميس بوص يبقى فيه تعديل في المعدل الأداء بالنسبة للعبين طيب حل الشوت التاني اللي احنا بنشوف فيه الكيرف البدني بينزل إذا استطاع أنه هو يلاقي حل في الشوت التاني لأداء اللاعبين أعتقد أنه إحنا هنقدر نحكم كلنا وإنت معانا أن الأداء حصله اختلاف عام زي قبل طيب الحاجة التالتة اللي هي الوصول إلى المرمى أو القدرة على صنع فرصة تهديفية هل ده هيتغير في مبارات الليلة هنقدر نحكم من خلالها أن الأداء تغير دول المؤشرات التالتة اللي نقدر أقول أن أجيري دخل هذا اللقاء من أجل اللعب التجاري يعني على قد النقطة على قد الصدارة وعلى قد الحيز ده ولا هو داخل يوصل في هذا اللقاء رسالة التي لم ينجح التي لم ينجح في أنه يوصلها في المرمى الأهم بقى إيه؟ أنه يوصل للرسالة ولا يلعب لعبة تجاري لو أنا مكانه لو أنا مكانه بعقلية أجري اللي شفناها في المباراتين الأولى والتانية أعتقد أنه يلعب لعبة تجاري يلعب مع المضمون خالص تب الولد حيزي خلية نروح لنقطة مهمة بقى لا خليه يلعب لعبة تجاري هل ده سبب أنه ما عندهوش البيدائي الكافية في دكة المدلأ هو اللي اختار سنقول هو اللي اختار هو اللي حطت 23 لعب بنفسه ما حدش قاله إختار فلان ولا متختار شو فلان كان عنده ماشا أوسع كثير هو اللي حكم أنه هو يختار من دولي فهو اختياره في الأول وهو المسؤول الأول والأخير عنه لكن القصة بمكان دلوقتي يا عم أجيري أنت دلوقتي مش حاسس أن الجماهير مش رضية بنسبة 100% في الشوارع في البيوت على الأهاوي في كل حتة مش رضية للرضى الكامل عن أداء منتخبنا طيب الأزمة اللي أسيرة حوالين عمر وردة بغض النظر من المخطئ ومن المصيب ليه القرار طلع وليه القرار تم التراجع عنه لو كان هو صح من الأول تم تكمل عليه ولكن هو غلط من الأول ما تطلع طوله أنا كنت غلط من الأول تبليه قلت أنه هو مستمر في إيقافه حتى دوله الأول ده كل ده بيعمل أعتقد هذا في الفريق حتى لو عاد طبعا في بضلك في موضوع إصابة جنش كثة يعني يا عمري خلاص دي كثة وخلصة وحي من سنت كلنا منتخب طبعا دلوقتي وده الأهم يعني خلاص دي صفحة وتقفلت وكله مركز وتركيز كل المصريين منصب على كيفية الفلس أي مباراة إن شاء الله يخدها المنتخب أنا باخد منها الجانب الجانب اللي أنا أنه هو لو أنت مش هتشارك النهاردة يا عمري وردة في المرة دي إحنا إن شاء الله في دور الستاشر أي مكان الفريق اللي هنواجهه مش أنت مرشح أن أنت تشارك هل أنت حسبتها كويس أنت هتخلي عمري وردة يشارك في المرة زي دي بناء على اللي حصل قبل كده ده السؤال أقوله حركة لحاجة وممكن يكون التراجع بسبب عدم وجود بديل في المنتخب برده هنرجع لنفس الجزئية أنت عندك تشتري من غير عمري وردة ده الله يرحمك يا مستر الله يرحمك يا مستر كان حسام حسن بجلال حسام حسن بقويته بعظمته حسام حسن بس ده مش فريق بالكامل ومشى فريق بالكامل في سنة 85 ده فريق بالكامل ومقش الشهير 3-2 مع الزمالك يعني أقصد أقول لك عمر الأهلي مواقف على العيب طبعا طبعا وعمره منتخب ما هيوفى على العيب يعني أيا كان إن شاء الله بإذن الله بنساند وردة وبنساند المنتخب وعناصر المنتخب كلهم أمنياتنا القلبية أنه هو على الأقل النتيجة النتيجة اللي تدرك ما لا يدرك كله لا يدرك كله لو ما حققناش الأداء الكويس نهد على الأقل نحافظ على النتيجة مساندة كله مساندة لكل العيبي منتخب بمصر وجهاز الفني طيب العناصر اللي ممكن يغير فيها أجري من وجهة نظرك ممكن يكون مين أو الأفضل يبقى مين النهاردة بالنسبة للطرفين اللي هما صلاح وتريزيجيه وفيش أروع من كده يعني هما دول النقطتين المضيئتين في أداء منتخبنا لحد دلوعد وطريق حال وإن بدأ مجهدا في المشروط التاني مغرال الفاتح بالتحديد بالتحديد حال حصله ريكوفري هل حصله استشفى هل حصله الله أعلم أفل الطرفين بالنسبة للدفاع دي نقطة صلبية أتمنى أن نكون نتدركناها النهاردة حيث التطيير الظاهرين يمين وشمال دي لها تدعيات لو أنت الفرقة اللي قدامك بتجيد الهجم المرتدي بالضبط فإحنا محتاجين أن نتطارقها هل هو هيقفلها ده ممكن ما يبقى عدل في الأسماء لكن ما عدل في الأداء أو في واجبات المركز نفسها أو في طريقة اللعب بالنسبة لوسط الملعب في مؤشرات أنه ممكن دونجا يكون مديل للنيني أعتقد ده يمكن ربما يكون المركز بسبب إنذار عند النيني عشان ما يخدش إنذار تاني وما يغيب عن المباراة عبدالله السعيد من أول البطولة وهو خارج الحدمة ومع ذلك هو مازال مصر عليه أنا مش عارف ليه هنرجع لنفس النقطة ورده يا دكتور مين البديل لعبدالله طيب إنها ورده في المنتخب هو عمر ورده وموقوف كان عندنا وماشا نقدر نختار منها قبل البطولة بالكتير بس خلاص احنا دخلنا في البطولة لكن على الأقل هل هو هيعتمد على بديل لعبدالله السعيد ولا هيصر على عبدالله السعيد النهاردة أعتقد إنه هيصر على عبدالله السعيد نجي من الآخر مفيش خيارات أخرى الهجوم أنا أعتقد إن اللي مازال راكز من الثلاثة برغم إنه ما سجلش هدايا في الحد النهاردة هو مراوان محسن يليه أحمد علي يليه كوكا مع ذلك أنا شفت إن كوكا هو اللي بيقى البديل لمروان محسن ولم يزبط أي فعالية على الإطلاق ربما يكون أحمد علي له فرصة فيه في مباراة النهاردة طيب مطلوب إيه من المنتخب من مستر أجيري من لعبين في مباراة النهاردة بخلاف طبعا الأداء الجيد والنتيجة يفرح جمهورهم إن هم يبسطوا ويرضون إن البطولة بتتلعب على أرض مصر إن حرام الملايين دي كلها إنها ما تبقاش مبسوطة ده الحمل ده الواجب اللي مطلوب منهم في نفس الوقت مطلوب إن أنا أوصل رسالة بقى للفرق المنافسة هم لازم لازم تخاف مني مش هتخاف من الجمهور بس طبعا ما لازم تخاف من أداء اللي عايبين جوه الملايين أكيد بنلاقي يعني أستاذ القاهرة فول أستاذات التانية ودي ظاهرة برضو من ظاهر البطولة بس أستاذت تتعدل شوي يعني المباريات الأخيرة بالتحديد بقينا نشوف جمهور بعد الدعم والمشاركة لإنه كان في حلول كتير القوات المسلحة الداخلية طلبة الجامعات الشباب والرياضة الناشئين يعني في عدد كم ناشئ في مصر في السويس في الإسماعيلية في في إسكندرية الثلاث محافظات دول أو في القاهرة ممكن لو إحنا أدينا فرصة للناشئين دول ما هذا برنامج تدريبي عملي لهم فعلا مشاهدة المورادي ممكن يكون مشجعي كرة القضب من الثانية بطولة تسخن شوية مثلا ويروح يتابعوا المباريات أكيد أكيد مع الأدوار التالية هيبقى برضو يعني خصوصاً نحن شوف نورات الجزائر الجزائر والسنغال كانت مليانا جماهير المورادي أكيد إنما طبعاً وصول مصر الأدوار متقدمة بيساهم في نجاح البطولة من الناحة الجماهيرية لأن الجماهير بتعمل زخم للبطولة ومعيار للنجاحة برضو طيب إن شاء الله في حالة فوز مصر بإذن الله كمبارات النهاردة وسعوده كأول مجموعة تتقع نواجه مين؟ الأعرب لحد الوقت كينيا كينيا أو لجنوب أفريكي لحد اللحظة دي كينيا كينيا الأولوية لمجموعة الثالثة كينيا عندها بالضبط ثلاث نقط هتلعب مطش بكرة أو بعده مع مين؟ كينيا هتلعب من كينيا هتلعب السنغال أي سنغال؟ هتبقى مباراً صعباً أه وسنغال محتاجة تكسب وسنغال محتاجة تكسب غير ثلاث نقط بس وعلى فكرة الثلاث نقط بتوصلك من ضمن التوالد وارد على حسب المجموعة التالية خصوصاً إن لو غينيا وصلت للنقط الرابعة هنا يبقى أصبح متبقي ثلاث أماكن أعتقد محجوزين حتى اللحظة لأصحاب الثلاث نقاط أعتقد بس في بعض المجميع يعني ممكن يوصلوا لأربع نقاط وخمس نقاط كمان يعني عندك بينين عندها نقطتين ده في المجموعة الخمسة وعندك تونس عندها نقطتين هي وأنجولا وبرضو دول ممكن يوصلوا لنقطة لخمسة تونس وأنجولا من الصعب إن الهتين يوصلوا لخمسة آه هلعبوا بعض صعب هلعبوا بعض هلعبوا بعض يعني برضو صعب إن جنوب أفريقيا تكسب المغرب جنوب أفريقيا كمان مش تخوف يعني لا مش تخوف أداءها لا لا منتخب عادي منتخب عادي جدا منتخب عادي عيا كان العايز يفوز باللقب يقابل أي حد بس برضو الأفضل إن إحنا من قابلش السنغال بدري عشان كده مهمة قوي إن إحنا بإذن الله نكسب النهاردة أو نتعادل على أقل تجموص إن شاء الله أنا أنا واثق إن يعني إن لعبتنا قدرة إن شاء الله إنها يعني إن لم تردنا من ناحية الأداء فهي على أقل ستردنا من ناحية النتيجة في التساعة مثالي وإن شاء الله طيب بخلاف بقى منتخب مصر إن شاء الله يتمنى له كل التوفيق في مورات النهاردة البطولة بشكل عام بالتحديد المتخبات اللي لفتوا نظرك بشكل كبير جداً واللي أنت متوقع استمرارهم قولاً وحيداً يقيناً هم الجزار والمغرب بالجزار والمغرب السنغال فريق قوي بس اتغلب في الماتش التاني اتغلب في الماتش التاني حلو طالماً إن المواجهة حصلت وإن التفوق للجزائر أكيد إن أنا هعمل أفضلية شوية للجزائر السنغال أنا بحطها مع فرق زي الكاميرون زي كودفوار زي غانا زي تونس كل الفرص متاحة بالنسبة لها بس كأداء كأداء راسخ لازم تحطون في الكاتير إيه أكيد يعني الجزار والمغرب الأعرب منهم بقى اللي ياخدوا اللقب من نجة نظرك مصر إن شاء الله لكن كل ده بيبقى غيرة على منتخبنا عاوزين تشوك الأداء ده عاوزين منتخبنا أحسن عاوزين أداء أقوى عاوزين إن إحنا بنصدق نفسينا إن هو الأداء هيسخن مباراة بعد أخرى كنا بنتوقع ده في مباراة الكنغو اليوم نتوقعه في مباراة أغندا وأنا نتمنى ألا يطول انتظارنا أو تتطول توقعاتنا كثيرا يعني إحنا عاوزين نشوف صورة مغيرة بالتحديد لمنتخب مصر وفيما يتعلق بالجمهور اللي بيحضر المباراة هل شايف إن الجمهور لازم يبقى دوره أقوى من كده شوية خصوصا ما نسمعش بيشجعه ما نسمعش المؤذرة بتباقوية الكل قاد بتمتع بالمباراة رغم الأداء مش جيد لكن بالتحديد في مباراة مصر هل مطلوب أمور معينة من الجماهير المصرية تحاول تقولها لهم من خلال شوية شوية تنظيم شوية إن يبقى فيه قوائد تفاعل مع الحدث أنا شايف إن في رقتي محتاجة المساندة في اللحظة دي يبقى لازم بالعكس ده لقدر الله لو أبنوني مرمج بهدف ده بيبقى أكثر احتياج للجمهور في الوقت ده محتاجة تنظم نفسها محتاجة يبقى فيه قائد للمجموعات محتاجة يبقى فيه اهتاف واحد شعار واحد لو تردد بس في اللحظة والتوقيت المناسب كافية أحسن من كلمة شد حلك يا بلد بتدي معنى إن إحنا مش كويسين كيفية كلمة مصر إنها تتردد للسبعين ولا التمئين ألف المحاضرين في الاستاد بهدف واحد بمضمون واحد في لحظة واحدة دي تدي كافية جدا إن هي تستنهر همم اللاعبين نتمنى إن الجمهور يكون واعي وفطن إن هو إمتى يلجأ لهتاف مصر ده في البداية المباراة في اللحظات اللي أنا بشوف فيها تراجع لأداء لعبتي سواء البدني أو سواء القططي أو سواء المهاري في اللحظات اللي أنا بشوف فيها المنتخبتاي مضغوط أو لعبتي مضغوطة لما بلاقي ميس باس كتير كل ده اللي لحظات اللي أنا محتاجك فيها كجمهور مساند وحاضر في المدرج إن أنت تساند في رأيتك وتكون على كلمة واحدة وأحسن هتاف مصر طبعا ممكن يكون منتخب مش محظوظ شوي في البطولة دي وده ممكن بيتمثل كمان بخلاف أزمة عمر ورده وخلاص قفلناها إصابة جنش طبعا إصابة جنش وده حظ سايق جدا أقدر الله في سنالي ومرعب في سنالي ومرعب أقدر الله إن إيقاف حارس أو إصابة حارس إيقاف حارس أو إصابة زي ما حصل مثلا في بطولة الجوان شفنا الحارسين شريف إكرامي وأعتقد خانا أحمد الشناوي اللي اتنين أصيبوا مرة واحدة بالزبط بالزبط فأصبح مفيش إلا الحضري فهو محظوظ الحضري مفيش فائدة فكانت النتيجة إن إحنا بينا نلعب بحارس واحد وحارس مصاب موجود على الدكة فلا قدر الله لو حصلت إصابة أو حصل إيقاف هيبقى منتخب مصرف ورطة لأن هنا هو طبعا كل الاحتياطي بيشارك على دكة البدلاء لكن في كل الأحوال إذا تم الاحتياج هيكون الاحتياج للاعب اللي حد وقت لم تكشف المصادر منه تتحطف الظرف بقى هتشوف مين الممكن بس لقدر الله يعني مش عايزين نتعرض للظرف ده لأن الأمور هتبقى صعبة جدا جدا يعني اللي أنا عرفه إنه أكتر واحد بيقف حرس مرمو إنك مروم محسن والله هل هيجي من رأس الحرب اللي يتولى حرس المرمو أتمنى لأنه نشاهد هذا المشهد نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري في مباراته اليوم وهي مباراة أكيد غاية في الأهمية بالنسبة للمنتخب يا دكتور أنا بشكر حرجك شكرا جزيلا لنورتنا وشرفتك أنا سعدت باللقاء بيك ودائما بسعب بيك أنا سعد طبعا بشكرك شكرا جزيلا ده كان لقاءنا مع دكتور إبراهيم داود ده مدير تحرير جديد الكرة وملاعب تكلمنا في أمور كتير جدا متخص الجطولة نفسها الجانب التنظيمي وفيما تعلق كمان بمنتخب مصري خلينا أقول له حضراتكو سريعا النتائج حتى الآن في المباراتين اللي بتلعبه جنيا بروندي 2-0 جنيا مدغشكر ونجيريا 2-0 مدغشكر النهاردة بالليل بإذن الله الكونغو مع زنبابوي ساعة 9 في المجمع الأولى بجانب مصر وأغندا في نفس التوقيت بالتالي كل التوفيق والدعوات من المصريين لمنتخب الوطني المصري إن احنا نشوف أداء جيد الأهم إن احنا نشوف نتيجة جيدة لأن الأكثر أهمية هو احتلال صدارة المجمعة وإنهاء هذه المرحلة كمتصدر للمجموعة تحتك بالتالي تتجنم واجهة الكبار مبكرا حتواجههم حتواجههم بس كلما يبقى الأمور متأخرة شوية كلما أنت تبقى جاهز شكل أكبر كلما أنت يبقى عندك تركيز بقدر أعلى أكيد نتمنى ودعواتنا كلنا بإذن الله المنتخب الوطني المصري النهاردة في ممورات أغندا الفوز أو العقلية الجديرة عادل بإذن الله نشوف أداء جيد ونتمتع ممورات النهاردة إن شاء الله لا تنسوش الساعة 9 مساء أكيد مش ناسين دي كانت حلقتنا من كلامنا في الميديا النهاردة استنونا وحلقة جديدة بكرة إن شاء الله نكون بنبارك فيها المنتخب مصر إلى اللقاء اشتركوا في القناة